الموعد الاقتصادي من الجزائر الدولية أهلا بكم في المستهل تبين أدوى أسعار النفط الثلاثاء مع تبدد آثار الإجراءات المتخدة من طرف الصين لتحفيز اقتصادها وانخفضت العقود الآجلة لخام برانت القياسي العالمي تسليم نوفمبر المقبل بعشرة سنتات لتلامس 89 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر القادم ب33 سنتا لتصل إلى 85 دولار للبرميل أبرمت شركة وين الإيطالية اتفاقا لبيع فرعها في نيجيريا لشركة واندو المحلية في أولى خطوات العملاق الإيطالي للتخارج من أكبر منتج للخام في أفريقيا إنه وفي بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي أوضحت أن الصفقة تتعلق ببيع أصول تابعة لأجيب أويل المتخصصة في أعمال التنقيب عن النفط والغاز وتوليد الكهرباء في نيجيريا وأنها تتفق مع استراتيجيتها بتحول الطاقة وزيادة مشروعات الغاز والوقود غير الوحفوري على حساب النفط تأتي الخطوة ضمن مساعي مماثلة اتخذتها شركة النفط العالمية الكبرى على غرار شال وإكسوموبايل للتخارج من نيجيريا بموضوع آخر قالت الهيئة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة أن الاحتلال الصهيونية منع الصادرات من القطاع عبر معبر كرم أبو سالم بدءا من الثلاثة وحتى إشعار آخر بموجب مزاعم أمنية وأشارت الهيئة إلى أن المعبرة التجارية الوحيدة في قطاع غزة يعمل في اتجاه الاستيراد بشكل اعتيادي قبل أن يتقرر غلقه بزعم الاحتلال العثور على مواد متفجرة خلال تهريبها عبر ملابس جاهزة معدة للتصدير من القطاع إلى الطفة الغربية وزارة الاقتصاد الفلسطينية عبرت عن رفضها قرار إغلاق المعبر أمام الصادرات بحجج واهية معتبرة الخطوة معانا في سياسة تشديد الحصار ودليلا إضافيا على استخدام الاحتلال سياسة الحصار الاقتصادي كأداة للعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين أعلن وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا رفض كييف تقديم تنازلات لاستئناف صفقة تصدير الحبوب من البحر الأسود كوليبا في تصريحات نقلتها صحيفة ستيانا الأوكرانية وصف موقف بلده بشأن مبادرة تصدير حبوب بالعاد لرفضا وقوع كييف تحت طائلة ما أسماه رهائن للابتزاز الروسي كوليبا أكد أن أوكرانيا تتطلع إلى سماع ما سينقله لها المسؤولون الأتراك من سوتي لمعرفة كل التفاصيل ومن تم اتخاذ القرار المناسب وفق تعبيرها أعلن الاتحاد الروسي للحبوب تصدير كميات قياسية من الحبوب خلال شهر أوتا الماضي معظمها إلى دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا وأوضح التكتل المهني تجاوز صادرات روسيا من الحبوب حاجز سبعة ملايين وسبعمائة ألف طن مسجلة أعلى مستوى لها منذ سبع سنوات واستأثرت مصر بأكبر الكميات المصدرة انطلاقا من روسيا بنحو تسعمائة ألف طن من الحبوب اعتبرت وزارة الخارجية اليابانية الحضرة التي فرضته الصين على المأكولات البحرية اليابانية غير مقبول على الإطلاق الوزارة أكدت أنها أبلغت منظمة التجارة العالمية بالقرار الصيني المتخذ في عقاب تصريف مياه ملوثة بالإشعاع معالجة من محطة فوكوشيما النووية في المحيط الهادي وذكرت أن توكيو ستشرح مواقفها لدى لجان المنظمة ذات الصلة وحثة الصين على إلغاء الإجراء على الفور ختام الموعد الاقتصادي في أمان الله اشتركوا في القناة